أعلنت دائرة الأثار في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف دير مسيحي قديماً في الإمارة يرجح أنه يعود إلى ما يزيد عن 1400 عام وينقي الدير الواقع في جزيرة ذات كثبان رملية ضوءاً جديداً على تاريخ المسيحية المبكرة على طول شواطئ الخليج العربي وهو ثاني دير من نوعه يعثر عليه في الإمارات ويؤكد مكتب الأثار في أم القيوين أن هذين الديرين فقدت تحت الرمال بسبب عوامل الزمن